يسأل عن الولد الذي مقاطع والده يقول ما العمل مع مثل هذا الولد أبو علي بارك الله فيك بالنسبة للولد الذي يقاطع والده لا شك بأنه يصنف على أنه عاق والعقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام لأن الله تعالى أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما والآيات في القرآن والأحاديث في دواوين السنة كلها تشير إلى أن بر الوالدين من الفرائض من الواجبات وتشير أيضا إلى أن عقوق الوالدين من الكبائر والمحرمات ولذلك الله عز وجل قال وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَيَقُلْ جَلَّ وَعَلَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِيهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانَ لحظتم شيء إخواني وأخواتي لحظتم في الآيات شيء ما هي الملاحظة ملاحظة أن الله تعالى ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانَ سبحان الله إلى هذه الدرجة نعم الله عز وجل جعل للوالدين حق عظيم وغالبا يعني في الغالب يأتي ذكر إذا جاء ذكره حق الله جاء ذكر حق الوالدين لأن الوالد سواء كان أما أو أبا جعله الله تعالى سبب من أسباب وجود هذا الإنسان في هذه الحياة ولذلك الولد هو غصن في شجرة يعني ما يتصور أبدا أن غصن يعيش من دون هذه الشجرة فهو تولد من هذه الشجرة تولد ولأجل هذا تكاثرت النصوص في الأمر ببر الوالدين الإحسان إلى الوالدين طاعة الوالدين حتى ولو كان كافرين قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف والنصوص في تحريم العقوق كثيرة جدا فكيفية التعامل مع هذا الولد يا أبو علي بارك الله فيك أولا لا بد من بيان الحكم الشرعي له يجلس معه ويقال يا ولد أنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب في عظيمة من عظائم الآثام وأنت الآن واقع في منغمس في أمر محرم والعياذ بالله وهو عقوق الوالدين قطيعة الوالد هذه من العقوق إذا إنسان قاطع والديه لا لسبب ما في سبب مقنع حتى لو كان هناك مشكلة بينك وبين الولد وبين أبيه ما يسوغ له أبدا أن يقاطع والديه ما يعامل والديه مثل ما يعامل صديقه وصاحبه اللي إذا حصل معه مشكلة قال خلاص يعني ولاه وظهره وقال الأصدقاء كثر لا يختلف الحال ولذلك أول خطوة يا أخي الفاضل أنه يخبر بأنه واقع في محرم أمر محرم الأمر الثاني لا بد أن يعلم الولد أن استمرارية في قطيعته مع والدين فيه تعريض لنفسه لعقوبة من الله عز وجل ينزل عليه بأس الله وغضب الله في الدنيا قبل يوم القيامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجذر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم من البغي وقطيعة الرحم هذا إذا قاطع خاله وعمه وخالته وعمته معرض نفسه للعقوبة كيف هو مقاطع والديه؟ كيف هو مقاطع والديه؟ المسألة الثالثة أخي الفاضل الدعاء لهذا الولد بالصلاة يدعى له يعني الأب هذا يدعو له في صلاته وخارج صلاته بالصلاة والهداية مسألة أخرى إذا كان هذا الولد عنده مشكلة أو عنده سبب معين يناقش قال تعالي يا ولد وش اللي عندك أنت على والدك مثلا مثلا قال والله والدي مثلا يعتدي علي بالضرب والدي قطع عني النفقة والدي ما يحترمني يصير حوار على أقل تقدير يعني أما قضية أنه يقاطع والدي لا لسبب هذا والعياذ بالله يعني يعيش حالة من الإثم والذنب طوال حياتي إذا بقي على هذه الحال كذلك سبحان الله العظيم من سنن الله أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل يعني هذا الولد يسلط الله عز وجل عليه من يعقه ويقاطعه من أولاده أبد الجزاء من جنس العمل والحالات هذه موجودة سبحان الله في دنيا الناس يراها الناس عيانا من مارس القطيع مع والديه مورسة عليه ومن أذاق والديه كأس العقوق أذاقه الله أيضا من أولاده من يذيقه من نفس الكأس ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة ترجمة نانسي قنقر